بسم الله الرحمن الرحيم استقبل صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد الانهيان رئيس الدولة حفظه الله اليوم فخامت صادر جباروف رئيس جمهورية قرغيزستان الصديقة الذي يقوم بزيارة عمل إلى الدولة تستغرق عدة أيام ورحب سمو خلال اللقاء الذي جرى في قصر الشاطئ في أبوظبي بالرئيس الضيف وبحث صاحب السمو رئيس الدولة والرئيس صادر جباروف خلال اللقاء علاقات الصداقة والفرص المتوفرة لتوسيع أفاق التعاون بين دولة الإمارات وقرغيزستان خاصة في مجالات الاقتصاد والتجارة والاستثمار والسياحة وغيرها من الجوانب التي تخدم التنمية وتسهم في تحقيق تطلعات البلدين إلى المستقبل هذا وقد شهد صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد الانهيان رئيس الدولة حفظه الله وفخامت صادر جباروف رئيس جمهورية قرغيزستان الصديقة تبادل عدد من مذكرات التفاهم والاتفاقيات بين دولة الإمارات وقرغيزستان تهدف إلى تعزيز التعاون الثنائي المشترك في مختلف المجالات التي تخدم جهود التنمية في البلدين حضر اللقاء سمو الشيخ منصور بن زايد الانهيان نائب رئيس مجلس الوزراء وزير ديوان الرئاسة واسمو الشيخ حمدان بن محمد بن زايد الانهيان وعدد من الشيوخ وكبار المسؤولين